اخر الحصاء ايات تقولي مليون وسبعمائة تونسي عظم نية الرحيل من البلاد رقم مفزع علاش قولوا لامي لما تبكي في الحو ما ديري زغراتة في الحو ما ديري زغراتة وحكاية ولدك ما تحكي ما تقولي الغربة خانتة غريب والدهر غدغار قسي وما فيها حبيب ينجح في الغربة المظهارة واللي ما عنده بختيخيب ينجح في الغربة المظهارة واللي ما عنده بختيخيب بالنسبة لي انا واحد منهم عنده في ديبلوم في حاجة ماذا بيا نخرج انا اخوي نعم ليش ثم سبب لوليني ساعة معانتها حقوق غادي ترقيها ساحبي حقوق موجودة تبدل اخوي البلايز يخوشكون فينا اخوي ما يحبش يخرج وشكون فينا ما يحبش يبدل الوجوه وشكون فينا ما يحبش يجيب اللور ويفرع هميمته ساحبي انا نرى اللي هي حاجة مش باية معاناها على الاخر اللهم كيكون عبد معاناها قادي وتخرج وقراء معاناها فاكل سايب شبوه محدد امور وكل شيء معاناها نجم يخرج اما ما عندهوش مصلاقبل ما عندهوش معانا على الشابقة في تونس انا معاناها معا خاطر كي يخرج في تونس حتى كيتخدم نهار معاناها عبارة على خدمة جمعة خاطر في تونس ملقوش بايهو كيفة شنية كيفية شاك تشوف تمشي بش تخدم يقول لك لير تمشي بش تسرق يقول اي شدوك تمشي بش تسرق من ناصر خاطر ما تخدمش ما تلقاش خدمة شبش تاخد عباد طبة وعباد ما في الاخر ما يلقوش شاي تقرأ 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 في الاخر ما تلقاش خدمة ومباعب شبش تلاز تعمل مش تلاز تسرق مش تجيب مصروفك لو جيك نحكي فيه صحيح ولا صحيح ما تلقاش ما تعمل نتصور اكثر انا اكثر من مليون وسبعمة تونسي تصور الشعب التونسي لكل يحب يرحل من البلاد هذه طبيعي جدا لانو نتيجة للواقع السياسي والواقع الاجتماعي والواقع الاقتصادي بطبيعة معنات اذا كانت توقع تخصر للتونسة شهار عباد تاخذ في زوزم ليل وتحب تخرج من تونس لانو ما عاد شي نجم يخلط ما عاد شي نجم يكري ما عاد شي نجم معناتها تبدأ عنده مصروفة صغار وباش يقروا تبدأ عنده صغار في الجامعة وتبدأ عنده صغار كذا في اليسيو كذا ما ينجمش يصرف عليهم ويخلص في زوزم ليل خلي عاد الناس اللي تاخذ في مليون وتاخذي 700 الف والناس اللي تخدم على الحضائر والناس اللي مش تخدم جملة نحنا عادنا مليون بطال في تونس هذو مبركرة يعني واضحين يحبوا يخرجوا من تونس مرجح عليها تبدأ يقدم في 12 ساعة الراجل ولساحة لا يكثر خيرك ويزيد هو انه هو من يكون يعامل في هيك المواطن الزوالي ويعاون فيهم منه 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 يجي ذارب على حقوقه ويجي لوجه على روحه ويطلع مخدمش ويجي سيفلين رنع منه ورنع منه هو ما عاد شي ايش بيش ملي يساعده هو اذا كان هو حتى شهريته تجي ناقصه وإلى يصهر الليالي ويعلم بيه ربي وبعد ما تميش رون طمو بتاع خدمه وما تميش من عرف شنية ويولي المواطن كي يسمع من عنده زير ولا من عند حاجة اللي ناس تخدم وما تخدم المواطن يولي يكذب فهمتا كيفيش متحبوش يرجعني من البلاد هذي ولو انه هو شعب هيش فست بلاده وهوتا عايش في بلاده وهيش فيها عليش تر الشعب هو يتحدث وحده عليش تر الشعب محقوق عليش تدخل للمرشي تحت كمية تلف من تجيب الشرق ذي كيفيش تحبو ميهجش انت كيفيش تحبو يعيش في البلاده ذي بتو انسا كل يحبو يخرشو من البطالة من الهم من الفقر خاطر ما كانش عنا الشيه ذي نحنا تولينا جواعة في كروسي نحنا الناس زواولة عايش كما جيش توريست ويعطينا الديناء يعطينا الديناء لفرنسا ويعطينا الديناء لأوروبي رم عايشي توا بلادنا ويخفوا اللي يدعمني اكيد لسبب السبب انو معنا العبد يقرى يقرى ويقعد بطال اسبب البطالة والفقر هذي اللي كان ان شاء الله هو الرئيس يقع حلول معنا الحكاية ذو من الفقر والبطالة وقتا اكيد معنا حكاية ذو ما عادل في البلاد فماش عليش يقولك نمشي نحرق ولا حاجة كده عنده لقي حقوقه كل فهمت رب يهدي نحنا نقوله ان شاء الله بلادنا نحو الخير اكيد معناه نسا وصلوا فكروا ويمكن الفقر هو اللي يلزو العبد يخمم باش يحرقوا فمتوا العبد يقرى يقرى وبعدك يخوش هيدا ويقعد بطالة هذي ذلم يلزو انو اللي يخمم يتلزي خمم يقولك نسافل البرة هانو البرة معناها في اوروبا معناها ثم غاديك عدل وفما معناها عرفت ديمقراطية وكذا عادية جدا هذك اه حاجة عادية معنات عادية جدا بانسور عليش عليش بار لحديد اربع خمسة سنين التالي كان بصناش اربعتاش خمسة سنين دينار اليوم وقدش قل هاي 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 بحاطة لي بيش يبني هكا حاجة مستحيل طول معانتا ما ما يخبمش فعل حكاية هذي مانتا اليوم الشاب التونسي ولا حلم الباسيطة متاع وكا بش قولك نعمل دويرة ونعرس ولات حلم مستحيل تحقيقها هوني هاوك عليش ولا يخمم في الهجرة هكا لا ما يحلمش بش 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 يستقرر يحلم طوى باش ياكل باش ياكل باش ياكل خمم لومه في الهجرة لا نحب نمشي البيجان تتحكي على اسمي ملجا تلقابني اه اكيد ايه ها على بارش حاجات حسن الوضع اكيد حدر تونس متعتيك شي صح بطل تونس مرتين ما عطتني شي راني صح تلتونس شو في البوكس انجليز شعطاتك بلدك هستيت اول مرة عطتني جيدا اخو دانا اومي ضايما معنى برونز ولا الله واعلم خلطتهم أنا الكل في باليش نعجرنهم يطلعوش اذهبت دبرش عاجب بيه ما طلعوش يسعب يعطيك إجازاً بعد يقول كاسكروا تكفتيشوا وبكوا دناءو عندي برشة أصحابي نعرفهم متزيرية ومغاربة فهمتني كانوا يلعبوا معايا هنا في الأوروبا عاملين برشة فلوس يخلصوا بالكداء معنى ما يقاومونيش نحنا دي ماكسح منهم أنا واحدة من الناس يكون معنى قارية ومدفقفة وكل شيء معنى هنكمل قرايتي في تونس بخوابا أما إذا كان أنا ما عندش مستقبل نخرج من تونس لا تخرج من تونس ترقى مستقبل سنة فيك أنا من خمش في الحرقة خاتر ما لقيتش خدمة في تونس خاتر ما لقيتش حقي في تونس ما لقيتش شيء يصلح في تونس كيف تخرج البره ترقى حظك؟ ترقى ترقى أي موضوع تصل تبيعه للبرة و تعمل أي موضوع في رأسك و تصل لجيب مصروفك غاديك و غاديك تدبر مصروفك غاديك طابت لهنية تأيش باي بس أحبي طابت لهنية تأيش باي قلت بش تتعب أي موضوع بش تعملوه بش تلم فلوس منه و غادي مبعت ولي تريسكي مبعت كذين باديك ركب تأيش في جنة بلي بش تتلز كيف لهنية في تونس بش تعمل الأحرام لهنية تعمل الأحرام يعذبوك غاديك هنا يسامحوك هم غاديك يحنوا عزوالي اللي يناديه اللي يناديه عزوالي وكذيه في ديننا نحن ما تلقاش لهنية تكون يحن تلقاش كون كان يأتيك السقيام يعتيك العافس والله تلقاش كون كان يأتيك العافس غاديك يلقاك ريقد تحت الدار ينجم يحن عليك يأتيك حاجة تهكلها يعتيك موضوع لهنية ليه لهنية يقول لك أبعد مقدم داري و فرنسا البلاد اللي متقدمة ومتطورة وعالم أخير أقوى الطبه هما توينسا في الخليج أقوى الطبه هما توينسا فهمتها لا معروض عليها عرض خير من تونس شهريته أقوى وحقوقه أقوى وموره مريقلة فهمتها كيفاش تحبوا بش يبقى في تونس كي يجيها عرض أنت بش يخدم عام لهنية ولا بش يخدم عشرين سنة بش يعمل دار في الخليج في عام ونص يعملها الدار فهمتها لهنية مدنجمش مدنجمش تخمم بش تعمل حاجة في حياتك بش تلم تعرس بش غير باك تعمل دار وتعمل عاج لذلكم عاش نوى نقدروا عليهم نشي مقاعدك فيها تونس يتولد تججل بلاد أخرى بش تدبر رأسك خير وهذا كي مش تعمل تكون هربط رأوك فهمتها والدولة مسايبة والدولة مش ملوجين على أولادها دول الأخرى اللي مشالها دول هذه سياسيين وطنيين يحبوا يخدموا بلدانهم يحبوا يقاسوا ثقافة ويقاسوا حضارة ويقاسوا عالم ويقاسوا عندهم ليزابورة طوار تخدم على أساس أنه معناتها دولتهم باش تتقدم على جميع المستويات في الطب في الاقتصاد في كل شي يحوص لك على الأدمغة في كل العالم مش كان في تونس واحنا تونس معروفة معناتها في الطب معناتها عادنا أدمغة في التكنولوجيا عادنا أدمغة في كل الاختصاصات عادنا أدمغة والدول هذه حاجتها معناتها باش تقدم بدولها وباش تخدم مجتمعها يعني خدمة صحيحة يجيب له طبيب باهي ويجيب له معناتها ناس تخدم في اليزابورة طوار تخرج حاجات باهية يلزموا معناتها يحاوس على أدمغة ويلزموا يخرجها من كل بلدان العالم وتوتونس بطبيعة إذا كان أنت معناتها تجيل شخص متخرج وعنده شهائة جامعية وعنده معناتها معدل كبير وكذا يحلم باش تكون عنده شهرية باهية وإهتمام في بلاده ما يتموش به طبيعي جدا باش يخرج للدولة للدولة اللي تحترمه تعطيه معناتها راتب باهي وتخليه معناتها يعيش مرتاح طبيعي جدا يعني حلمه باش يكون مرتاح دولته ما تعطيشه حقه يقرأ يقرأ في الأخير يبقى معناتها بطال ولا ياخد شهرية ضعيفة طبيعي جدا هنا يلزموا يخرج من بلاده ويمشي للدولة اللي تقدروا تعطيه قيمته بلادنا تعب برشة بلاد تونس تعب برشة خاصة للواعي يعني الإنسان المثقف معناتها ويراء معناتها دمارك معناتها العم في الضرب كذا الجانب الاقتصادي الجانب السياسي تعفن على جميع المستويات بطبيعة لهنا معناتها تونس أصبح تقلق برشة وتراه أنت مثلا من 2010 مش معناتها الحكومات الكل متعب ما عملت حد شي وننتظره دائما ننتظره على أمله على حولهم أني باش تتبدل المناهج في السياسة ما تبدلتش المنويل الاقتصادي نفسه البطالة نفسها وقاعدة الضعف المشاكل معناتها العمف والضرب وكذا طبيعي جدا مجتمع التونسي فادة أن الناس كلها فادة وناس كلها تحب تحرق وتحب تخرج من البلاد هذه البلاد كان عندي كمنات باش تزول طبيب تلقاش لطبيب بلاد وي بلاد حتى باش تمشي تطلع في ورقة أرجع غدوة باش تمشي تعمل حاجة روما جيش أرجع له غدوة كيفش انت البلاد هذه مش نجل بتعيش فيها مش غير بركة أشوف وبلاد مش لتيلي ليس القديم ولا يقدر الخير وهذا ما نتكلم وإحنا